السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صبحكم الله بالخير. عادة ترى قولكم صبحك الله صبحكم الله بالخير يوم أنا في البلكونة وأقولكم صبحكم الله بالخير يوم أنا في الحوي. ويا صلاح ويا يعني ويا قوم دوارك وقطعانها. يا بوكن لك أنا اليوم. اليوم غير عنك اليوم. جي السبب؟ تحيدو نمس يوم أنا ساير شويهات في الطريج فتحنا موضوع. أنه لازم ما ده كيف ولا ليلة ليلة. تم إنا نرمس عن تجديد العلاقة الزوجية وما ده كيف وما ده كيف يعني من هالقبيل. وسؤلها فينا سوال فين لها أول ما لها آخر من كثرها. ورمسنا في هاتش الرمس الزين وسؤلها فينا وكل حد استفاد وانا استفدت والناس قلها استفادت. لكن سبحان الله تجري الرياح بما لا تشتهي استفنوا. طلع علي والموضوع هذا بأثر عكسي. طلع علي بأثر فأسبحت اليوم اليوم سكوا حكوا يا أم محمد. والسبب شيف يقولون ما لا يفعلون. وليش انت ح من كم من سنة سير وتي ما تشد وديتني هيدا كله تسير روحك ولا لا. قلت بوي وديتك. نو قال ما وديتك. من يوم خدتك اح من 40 سنة. من 40 سنة بوي ما حدش نصار سويسرا وديتك. من 40 سنة محد صار بون وديتك. من 40 سنة محد صار بوي لندن. في السبعينات والثمانينات وديتك. وديتك يوم صبيرا قد. الحين انت مالك بارض السيرين. وانبغيت السيرين شليت عيارك وسرتي. انا كم ودي اقولك بالسيرين وياه يتقول لي لي ما لي بارض. واليوم بيننا ما يصنع الحداد من صباح الله خير. ما زمين الا السيف لي والترسلك. السيف لي والترسلك. وتعكر المزاج. ولا رم تسجل شي اليوم الصدي. ولا رم تقول شي. فآزمة اليوم معركة لها اول ما لها تالي. ما دري بعد منوه. ما دري بعد منوه. ما دري بعد منوه طرش لها مسج. نزيل. والمسج محتواه انه انه يعني اللي ما اخده واحد شارات ابو محمد ينبغصوم الدهر كله. هييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي الرب يعفو هي ما تعفو ولين حين وأرغادي أبوكم كبر البيت العظيم ما تتحاجأ أول مرة تقدي هالنمونة وحين بين وبينها أبوكم صدع وديان وتتش وشو شو شو أمور 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 لم ينزل الله بها من سلطان واليوم هاي حالتي وحين قد في خنبوني ولا ناوي جلبت اليوم يوم لا يا غير عندي سيرة الشارج ولا جلسة بارك الله بالمتبارك يعني برقات الجت يشرب الثيل نعم برقات الجت يشرب الثيل وأنا عندي موضوع الشارج موضوع تغطية موضوع ما يتأجل وموضوع وايد مهم وموضوع لازم بعدني اليوم أسير تأدية واجب العزاء واجب العزاء بالعين فما يستوي وراي من بضعبي بسير الشارجة من الشارجة بسير لين العين وملعين بضبي بوضبي هذا كله وين لي مقاقعنا على هذا كله وين في يهب على هذا كله كتبها حولها قوة توقع للخبير ما نقدر نأجل سيرة الشارجة لأساس انك مشاكل خاصة انت أبوي اليوم أصبحت ملكة الجمهور فأبوي حنت مدام أبوي ملك للمجتمع خال أبوي مشاكلك الخاصة حق عمرك بتي أبوك بحياتي ما استوت لي مشكلة هذا السناب ظهر علي أقلاق عن بيع السوق وهاي بعد نسودة العين قالت لها والله مفروض انت يصومين ادهار كله انت ماخد وحين زاد الحمامة ليلة وزاد الهرموز ملح هذا المسجل اللي اياها صومي ادهار كله انت ماخد أبو محمد هي صاحبها أبو محمد سلطان زمانه والله يركب الخيل واجف والله راد الغزو هيروحها مشكلة اللهم ملك الحمد المرأة عدهاش حرمت سوي سوالة فوياها فقيرة وهي خدت تم حظ الجد وحين هذا ما استواء حين عادقت في خاطرية لاح ولا قوة بغير منبونا صبحنا الصبح الجو متأكر ان شاء الله اني اعتدل وانا ساير الشارج ان شاء الله اني احبسين البيت نص ساعة ربع ساعة وبظهر الجد الشارجي بسويكم تيلفون بسويكم قصدي سناء افروض اكون ظاهر من البيت الساعة كم الساعة الساعة عشر من كثر الاكتئاب والصدع والديانة ظاهر الساعة واحدة قصر ثلثة شو تبرل عليكم حدرهم يظهر احينا القاعدة الضير ما يضير اكتئاب وصك وحك وعندك وإليك وشو باقولكم ما يصنع الحداد ما يصنع الحداد من النوادر تقوم القيامة بيتنا وديو قائمة القيامة اكتئاب احنا ما يقافى عليكم سيطرة على الوضع سيطرة على الوضع السيطرة تامة لتحاتوا شو باقولكم عندي موضوع لك الموضوع عادة عادي هب عادي في نوع من الازياغ كلمة الثانية حد عفد لك وعزرايين وعزرايين على اساس ان اللي يشل ارواح حينه عزرايين الملك الموت وليش اللي ارواح يوم باي يجيك ملك الموت ملك الموت هب اسمه عزرايين اسمه ملك الموت عزرايين هذا اسم من مال هالبني اسرائيل اسمه يسمون عزرايين وليها اسم اه اللي همعنى كلمة عزرايين عنده في الانجيل والتورات منها كيتبع اليهود يعني ما بكتب الاسلام كتب الاسلام اللي يقبض الارواح ملك الموت كلموت هب لا تطروع عزرايين انت روع من طروع عزرايين طالبك لا حجك طالبك وراك 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 ابوية يوم بيك ابوية ملك الموت موكل من الله سبحانه وتعالى بيكصف اجلك بيكصف اجلك ما شي سر بجي ما شي سر تعال ما شي واحد واثنينة عنده لمح البصر لمح البصر ولا انك اصف لجل ونخل انك ابوية تنهامده هذا هو ملك الموت اه نمع عزرايين عزرايين ابوي ما شي اسمع عزرايين عزرايين معنات باللغة العبرية باللغة العبرية بلغة اليهود انه عزرايين الذي يسعد الله عندهم عند اليهود روحهم ما يخصنا نحن الاسلام نحن في القرآن ملك الموت ايه نعم ليش يبتنطاري هذا وايد هالعرب اللي يتحرى وانه اللي يقبض الارواح هو عزرايين اولي عزرايين شلك وعزرايين رضا خبك وقروس الليبان وعزرايين عقك ما دري في طوي وما دريش وهو فقير عزرايين ما يخصه ابوي ليش الارواح ملك الموت شي خص عزرايين عزرايين لا بيدي ولا بريوله ما يخصه بري من هاللمر ليه ليه يقصف الاجان ملك الموت ملك الموت هو بوي ليه يقولون نسر واقصف عجان فلا نحن نسر واقصف عجان فلا لمح الموت صعب يلا برايكم ندوكم تدروبي انا وين نحن جريب اوصل الشارجة تراني جريب اوصل الشارجة مخطف ان يميع السي اير تقونا ولي يشير ولي يصور ولي 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 وانا التحرمه بعايبني والله ان اعايبني نتربس التلفون ويا داير من الدواير مار متنزل الجامع ايه نعم سايرين ابوي الشارجة بحب الله ورعايته الاول يطرون هالشارجي وسلام باليوسو عسكر نظام عسكر نظام شو يعني؟ رجال الامن اول ما شي شرطة لا عسكر نظام ويزقرونهم باخلاف خلاف هل بالنظام وفي مقولة اخرى هل بالنظام مسلحين ايه نعم هل بالنظام مسلحين يعني انهم شالين تفتحين هل بالنظام مسلحين ايه هذا ملفوض هم الاول في الشارجة سنين الاولية السنين الاولية سنين الاولية مارت امال الله يطبق عمال عرعرت الشارجة كنت تبيت فيها بالاسبوعين والثلاثة في اه تعلمون ليش حافظ التاريخ لان اول سيارة اخذها كان فيها كل وقت جيتي بطابوغا تاريخ ملكية اربع عشرين اثن عشر تسعة وسبعين نعم واللي مضحرين لي ليسا ما اندر حيلو ما كان اسمه مهدي لو المرور الابولية وين نفس المرور الحالية لكن غير كانت ارضية دور واحد عبارة عن اربع مكاتب مكتب هناك لين لين كما اطولح به حق الناس تدي المخالفات ومكتب من داخل ورئيس اللجنة يسمونه مهدي مهدي الاحبابي الله يغافر لي كان مات والله يخليه كان حي ويسامحه هو اللي ينجحني هاكل ايام ما قصر يزاها الله خير من سولي بس تراي تراي داخل عندهم داخل درامات ونجحت وسيده اطولي الليسن ونهار ثاني وظهرت السيارة جيتي بطابوغا وازمت كل اسبوع خميس وجمعة خميس وجمعة كلها تبيت في الشارجة في منطقة اش هسمها يا ربنا يعني اه فريد شارك فريد شارك الفريج اللي كنت اسكن فيه فريد شارك هاك اللي نعم فريد شارك عم سات عشرون اللي يقولولي هذا فريد شارك قلت والله يا ابو وقل له الموت ما عرفته كان بيني وبين فندق علاء الدين فرت حصاه شويون يمكن خمسمائة متر توصل وين علاء الدين وما زين هاك الفريج وما زين هلف يعني وطر خطف فلذاك اتذكر زي راتي الأول في الشارجة سق الله هاك الوقت باليوز وعسكر نظام على الشارجة يوسلام باليوز وعسكر نظام باليوز عاد اظني حد هناك حد كان قابضة شرطة حد من الانجليزي او حرمة قابضة مركز في الشارجة فلذلك يقال عنها باليوز زبية يعني زبية يعني مستريلة مريالية يعني عن عشرة ريائين هذا اللي يميز الشارجة المآذب والمسايد والجامعات فلذلك سميت بلد الثقافة سميت بلد الراحة ترى على فكرة الشارجة دون عن بلدان اللي ما غير اي بلاد بتصير لها عادي يعني بتشوف شاي زين شين عادي يعني لكن الشارجة من تدخلها تتيك طمأنين تحس براحة تحس بسكينة تحس بهدور تحس شعور غريب لا يوصف فقط يوجد في الشارج الشارجة سبحان الله السكينة تيك تير في دمك يضربك يضرب شي راح في الخاطر في اليوف يضرب في النخاع يضرب شي يخليك تذكر الله وتليج حتى لو مش تط تليم مهم اقول لكم امشي سلم الي ريال دخل مكان هني وسلم الي ريال اخبره اقول له شو تويس سافين شا اسم فريجكم طرفانة ايبلي اسم فريجهم اسم فريجهم والطرفانة تليجكم منو في حد من هالك خاليتكم انا منو قالك تطلع عالشاشة تعال تعال منو قالك تطلع عالشاشة حنا انا بي اسألكم حن في وين نحن بمشروع الممشا. خلي التبسع الممشا حينه. نحن هالمكالله يفور. هذا مول. هذا مول. اسم المول? زيرو سيكس. متاح جديد جديد تقريبا شي ثمان شهور. والله. ايه. ما شاء الله. ولا ولا محل. فاضي كله كله ما شاء الله مليان. هذا طيب على الشيخ خالد. اصور نعالج. مميز يعني اول. ما عليه. اقول لكم. شاي اسم المول هذا اللي نحن فيه? زيرو سيكس. مميز وايد هالمول? يعني. بعد يعني اويلة. ايه سمعتوه? قالت يعني هذي. ما عارف اوش اسمها. عمري وايد عيبني هالمول. فنان وغاوي مازينة. ويلق يلق 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 تحرام. يلقوه وطب قطنة. نظيف. ولكن ولا مكان فاضي كله. اه شو. ايه غرب الله تنكم ياسات يصور شي شر وشي غرب وشي فوق. يا ويلة تصورت شو انت يصوري اني. كيفك? خير وعب. بعك مصرر انك ما تبقى تطلع فيه التليفون? انت بذين وبرك خليني بيين على التليفون. زين نحو الراحين الحين. الحين نحن نحن على مسروع المنشاة. زين. توقع العلامة. انا سوري اظهر خاري واصور لكم المنطقة اللي انا فيها هذه. هاي هي المدينة الجامعية او اعتقد ضمن اه ضمن المدينة الجامعية. الموقع اللي انا فيه ضمن المدينة الجامعية. وهذا المول. شاسمه المول هذا? زيرو سكس. زيرو سكس. جميل المول. لك المدخل هناك وين المكان الغاوي الفنان انا ما صورت. صورت حين. علي طرف هذا. ما ادريت بني فنان لهالدرجة. ما ادريت. ما ادريت. اصلا بعملي اني وصلت. الا قال والله من هاله اه 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 وصلنا. ايح وين بتودينا انت? احيان نحن من نروح للمشروع. زيرو خلي المشروع اللي هناك وين البنيان. لا نبغي نشوف. المجسم. المجسم. ايو عليك نوح. احني محطوط المجسم. صحيح. زي. بنسير بتشرح لنا اول بادي على المجسم. بتخبرنا عن دي تيلز كامل. وخلاف بنسير اه الموقع. اللي في البنيان ابتدى البنيان. المشروع قائم. صحيح. زي. امية وثمانين درجة تغيرت الشارجة عن قبل. ما في اي اه شبه بين الشارجة الاولية والحالية الا اللي اسمتان. النهاية اسمها الشارجة وليه قبل احيد هنا اسمها الشارجة. مبهي ابدا 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 لا في الشوارع. ولا في العمران. ولا في اللي ابدا اللي انا ايها. اتفاجعت ومدخلت المول هالا. شاريع وايدة ما شي كثرها مشابهات. يا غير هذا قائم. قائم يعني موجود مش بس مخطط مثل ما تشوفون. لا. موجود على الارض ويشتغلون بنايات. حد يحفر وحد يبيبني وحد يصبق وحد اكتمل وحد باع وحد اشتراء. وقائم المشروع. وين يبعد عن دبي ما يقارب خمسة عشر كيلو. وعن وفي نص الشارجة. عن ايمان خمسة كيلو. عن امه القيوين اه عشرين كيلو. عن راس الخيمة سبعين كيلو. عن بوضبي اميو وسبعين كيلو. كل هذا بالساعات. تروم توصل لمشروعك. وين عين الماء بساعات. مش ابعد نقطة من بوضبي ساعتين. لين بيتك هذا اللي انت بتاخبه. واللي يفرق عنه وعن اي مكان اسعارة. اسعارة. رخص التراب. موقع العقار. ناهيك عن الرخص. مزين. موقع العقار وايد مميز. يعني اول بادي في نص الشارجة. وثانيا ملاصج المدينة الجامعية. ملاصج المدينة الجامعية. ومش اي شي تاخذه انت تحط في بالك انك انت ضروري تسكنه. تقدر تجري. تستثمر. لانه بدقة ترزج. لانه وايد رخيص العقار في هالمنطقة. نزين. واللي اقرب عنه شو اقرب شي من المشروع. ثاني اكبر سيتي سنتر. في دولة الامارات كلها. ملاصج المشروع هذا. ملاصج لنا. وبيفتتح تاريخ الفين وعشرين. يعني قمط برج. توقع سيتي سنتر. اه على طول على شارع شيخ محمد بن زايد. وشارع شيخ محمد بن زايد ملاصج بويه هاللي تشوفونا. هالمشروع الطويل. العملاق العريض الموجود على ارض الواقع. ما بالله هذا اللي انا اصور هذا. لا. موجود على ارض الواقع. وموجود في البيع والمشترة وابتداء. المول اللي نحن فيه هذا اسمه. مول زيرو سيكس. والمشروع هذا بكبره. بزمه. وعراه. ترجع ملكيته. الى اه سموه الشيخ خالد. ولد الدكتور اه الشيخ السلطان. سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارجة. والمشروع هذا كله بزمه وعراه هاللي كامل تحت اشراف اه اه و اه ومراقبة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم امارة الشارجة. هالمشروع اللي تشوفونا متابعة ومراقبة شبه يومية لهالمشروع هالصرح العظيم بكونه اه بيكون احد روافد السكن للطلاب الجامعيين اللي في المدينة الجامعية في الشارجة. على فكرة سبعين بالمية من المشروع هاي ها سلم عليكم. فاللي باجي ثلاثين بالمية. المشروع اما هات ثلاث غرف كلهن سارا. اللي تام. تام شي بغرفتين. وشي بغرفة. وشي استيديو. فيه المشروع يميع المسايد. يميع المولات. يميع الشوبينج سنتر. المطاعم الكافيهات. الماركات العالمية اللي في الدنيا العودة كل هالتحات المجسمات هاللي يشوفونا. اللي يميز اكثر بعد هاش المشروع بكبرة. المواقف اللي في المباني هاي كلها كلهن تحت الارض. كلهن تحت الارض. كل مبنى له باركنة معين. وشي منهن باركنات مفتوحات على بعض. يعني شوف البراحة هاي بكبرة هاللي تشوفونا فوق. دي عليها يميع البنيان. شي شراتة تحت الارض. ناهيك عن النوادي صلاة المناسبات. الحدائق للأطفال. الحضانات. المدارس. جميع انواع. شفتوا السيتي ووك. سيتي ووك دبي. اختكي مثلكي. يا غير هادا في الشارجة. واسعاره موافجة. شوفو انتو. هادا في الشارجة واسعاره موافجة. وهو هو هو ها تعم ببعدن الحول شاعر بغدي يميز المشروع هذا ان مشروع مش ربحي المشروع مش ربحي شفتو اللي يبع يماله ويبع الكرامه هذا الشيخ سلطان بن محمد الله يحافظه و يطوله بعمره يبقى يتيمل حتى في اللي بيشترون فلذاك مخلي البيع مخلين يعني البيع مش ربحي مش تجارة لا اللي يشتري الحين يقدر خلاف يبيع ويشتري على هواه لكن المراد فهمه ان الاسعار في متناول الكل واللي مفروض شوي في خلال سنة او سنة ونص تقدر تسدد ثلاثين بالمية من قيمة العقار يعني في حال كان المبلغ ثلاثمية تلف عندك سنة كاملة سنة سنة ونص تسدد امية تلف وانسددت دفع وحدة فكيت عمرك مدين وانحصل البيزار طايحات ترى لا امية جيمت اربع تواير المية تلف حاليا عبارة عن ما يعطن معنى ما يعطن معنى لان كل شي غالي في برة فتلقط لك عقار جيمت ثلاثمية تلف شقة ثلاثمية تلف انت حين يوم بتسكن في فندق ما يصدنك المية تلف حق سبوعين ثلاثة بين اكل وشرب وكواي وكل نادير وقوتي وطحمة الزمان ما يصدن فلدارك اهم ما يكون عند الانسان يكون عنده عقار وعقارك في الشارجة واي جريب من الفجيرة جريب من هل فضع بي جريب من هل عين حاليا انت يوم بتتملك في الشارجة كأنك ما اخذ في عين الماء في نص الدنيا في نص الدنيا نزيل شي مميز ترون تحجز شقك بس مجرد ما تدفع مبلغ سبع بالمية سبع بالمية السبع بالمية كم تحرون هوايدات اثنين وعشرين الف هاي الدفع الاولى اثنين وعشرين الف عسب نكون دقيقين اثنين وعشرين الف وميتين وخمس وتسعين درهم وشي اقصاد شهرية من عقب الدفع الاولى عبارة عن شو عن ثلاث تلاف ومية وخمس وثمانين درهم وبتازموا بي من اصحاب ملاك العقار في مدينة الشارج عبارة عبارة انت حينة دفعت جيبت شقة ثنين وعشرين الف وتدي كل شهر عبارة بي عبارة شنت تدي عن فاتورة تيلفون فاتورة تيلفون منوها الزمان اقل عن الفين الفين وخمس كله ثلاثة الاف وما فوق فالذلك ابويه ثلاثة الاف تدفع شهريا وبتازم ابويه من ملاك العقار في الشارج بداء ما تتجر ابويه فندق بهايش الحشي تتجرها بغيت تبيعها بغيت تستثمرها على هواك تخليها مظيف حدييك صاحب صديج ولد يعني انت حر على هواك برويكم شي ما تشد راويتكم اياه في السيد مباشر انه بنرويكم المجسم اللي هو تحتويه الشقة اللي هي مقاسات كم في كم وكم يبعد عن اللفت وكم الارتفاعات المباني هاي اشي وايض ضرورية انا والله ابوك اتحريت احبب انت وظهرت مرة ثاني على ساعت بيروني المجسم اتحريت مجسم ابويه ثلاثة اياه يبينكم ابويه شقة بكبر هاي هاي عبارة عن غرفة وصالة هذا مطبخة مجهز وجاهب ما تاخذون الا بغتسالته وفرنه ومكرويفة ثلاجاته وكبتاته وهان حتى الشفاط وياه لكان عبنية فواكه نزيل وهاي ابويه الصالة جدامة وهاي البلاكون عادة مطلع عادة كل انسان على حسب هو وهذه كلها ابويه صالة هذا الحمام وهذا اللي يعزكم الحمام حمام ضيوف وهذا انا وي وي هذا الحمام للضيوف اللي بيون بالضبط هلنمونا هذه هي الشقة اللي هي عبارة عن غرفة وصالة وهاي غرفة النون هذه الغرفة غرفة النون مع كبتات كبتات ودنياها وعلمها وخبرها وها وا Đây يكنت على الحمام كم سعر ها قولك هذه هذه يبتوصل به ٦٠٠ي تقييما ٦٠٠ هادي ٦٠٠٠ ٥٠٠ ٦ه مع كانت تقريبا بحوالي ٦٠٠кр ٥٠ wake على مسلاً سعر هاي غرفة وصالة هذه غرفة هي وصالة والشي ستيديو ستيديو اسعارهم 325 ألف هذه وحدات يجي المطبخ مجهز بالكامل وكل الشقيق اللي عندهم المطبخ مجهز بالكامل والموقف تحت الارد الموقف حق سيارة انا سيارتين سيارة وحدة هيا نعم مش غلط مش غلط انك تاخذ شقة او شقتين وثلاث حتى خمس في حال موجود عندك بيزات موجودة هالبيزات لا ضروري تاخذ وباسرع وقت بالاخصة حين هالكم من يوم اليايات شي خصم او شي عرض مخصوص لاني انا يتم اثنين بالمية منازلين من القيمة هذا بس لاني وجود انا عندهم تبارك وبالنواس والاغدام متباركين بيايتي على الله يحفظهم ترتيبهم في هال مول يعني غير نمونة ووو يد فنان مولهب فنان وتحس ان يلق 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 بكبرة زاد ماشي ولا مكان فاضي ولا مكان فاضي كل ما الجوع كل ما الجوع اي والله فنان طاع الشارجة وما بولكم الشارجة فنانة ما يابكم الحديث ولا يابتكم الرمز شو ما زينا ماكو يوقفنا هاد عيب ومشيرك ما بالبوابة بوابة الطرف هلاك جميل المنظر من هاك اضاني هالبقع يسمى هالقرائم يمكن اضاني هالقرائم اضاني هالقرائم ليش مسميني 06 شو سبب تسمية المول 06 وشكله مودرن ما بيايا كلاسيك ليش مسميني 06 تضحب ومسمينه على فتح خط الشارجة يعني هو من الاساس ما يبالع بالي لكن ما ادري انا ليش تم يتفكر وايد يعني لكن طلع منه على فتح خط الشارجة وايد مميز المول بطريقة ما حادي يتخيل ما يخصني فيه لكن شا سوي لشا بخيبة قولي الحق ولو على نفسك الوحد ما بيشوف شيء من نعمة الله سبحانه وتعالى على هالامارة وانما بنعمة ربك في عدة الزين بتقول عنه العرب زين والشين بتقول عنه بتنصح انه يعني دا حد خد راي بينه وبينه بقول راي لكن جدام اللي عن ما يخصني لكن كمول فيه منتهرة وقت وفنان ويميع المطاعم الغاويات قدونا فيه واحد من هالي يوم والله مميز بعد المطاعم لمبوني ما اخذ فكرة وايد وقالط عن البرقر حيتلون ايام ومبي هات السنين شارع جامعة الدول العربية في مصر طلع وينك وين قدونا هني كلنا يفتو فيه ومبي عندهم هب ومبي برقر لكن اللذيذ لذيذ 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 بطريقة خيالية غير منظوري عن البرقر 180 درجة نعم يقول لك ما تنقذ الله سمين وهي شركة ألف ألف شركة ألف أبوي مالد شيخ خالد ولد الدكتور الشيخ سلطان بن محمد القاسم حاكم الشارع هي يقول لك ما تنقذ الله سمين لأنه أولا مراعينا الله سبحانه وتعالى في أسعارهم كأجار وكبنيان وكالشي ورقي ونظافة وفنان المكان فوق عن الفنان حب من هاي المولات اللي تايلس 13 يوم الدور الربيع كوين يكون لا مول نملم فنان ودث صخيث رحيث نعيم هي والله ويب فنع يبني والله ما وديك تضع تفارجة كيش بني تسوي على محتدين شي طبيعي أنا أبوي عدال هذا الرياه هذا أبوي خالد خالد القصاب ويد قصير طلع الرياه أبوي أنت أملاق هذا ها سمعتوبة خايش خرفة شناك بن عناك اللي يخبركم عنه هذا هو طنطل طول نص الليل اللي من المحيط الهندي يخوض البحر وراسه ظاهر من البحر يا مرحبتين هذا الشتوي هذا الصيدي يا الله يحبك يا الله يحبك يا حبي وعيب شررتنا والله شكرا على كل اللي قدمت حكي طول فترة بلعك 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 ومستفيدين منك واحد والناس كل جديد منك بعلوماتك تراتية تحياتي لكل الإسراء الكريم وكل من يعزق ليك سلام خلادي شكرا شكرا هالطول خلادي مع السلامة يا الله يا الله شكرا يا بوك عظمك رجوب عادم أنا بوه الطوع وايد مغزر والله يا بوكم نقير نمون هالمول وايد فنان فوق عن اللازم فنان هي والله مازينة شه الشارجة شو غديتي شو غديتي شو غدت يا بوكم الشارجة تبارك الرحمن خضرة خضروا كل شي فيها فنان كل شي فيها فنان خضرة ومرتبة اللون ادور يا بوك حصاه بتفرى بها چلب ما لقوت نظيفة Chern 시간 والبلاد اييي نحن الله يحافظكم حاليا في حرم مدينة الجامعية هاها هاها وكليات اللي تشوهن على اليمين وعلى اللي ساعة. وين ما تصل؟ الغاعة والسمر والنخيل والازهار. جميعا واحد. ويا رابين وين الشيار سوى ضليل. واي شعلة العلم. قالي خبرتكم عن المشروع. مشروع الممشأ. هادي البنيان شغالين. الشغل على ودنه. مدينة الجامعية وين تونا نحن ظاهرين. ها دي كي البوابة. دخلنا من الباب الشرجي وظهرنا من الباب الغربي. اي كبدل. هذا المشروع. هذا الممشأ. مشروع طولة طولة وعرض ضعر. ها. هناك البنيان زاهب. وشغالين ابوية. في البنية التحتية في البنيان. وشي منهم بعد كم من شهر او ثلاثة اربع شهور. بيتسلمن الشقيق. ما لهم. وهذا بداية مشروع. مشروع واقعي مش اه هو ولا رمسه. لا. هذا جاهز. قيد الانشاء مرة. ما اسير الا عند المكان اللي انا واثقة منه. ما شاء الله تبارك الرحمن. شغل على قدم وساق. شغل ابوي على قدم وساق. هذا نهاية المشروع. يا ربي بلاد. بلاد من كبر. شغل. انا وين. انت وين. انا وين. انت ما تدريبي انا وين. انا وين. انا وين انا. انا وين. يوم تدريبي اني في الشارجة. عليش تشذب. عني حتى انت اتدوب. ما تشذبك سوي تشذوب. بداخلك جهنم بداخلك من شذب انت بعد. ما في النار بارد. يا الحرامي شكرا طرعش لي ميسج قال لي من قوم العزاني فليبريمي طايفة يسموهم قوم عزرايل أول مرة بحياتي أسمح الطايفة طايفة تم قوم عزرايل أولنا بحياتي من ستويت وخلجت ما سمعت سبحانك يا رب كل حال أبوي التحية من دار الحي إلى قوم عزرايل كلهم ليه كان أبوي ساكني لبريمي ولا سعرة ولا قمضة ولا يادي ولا طمب الكبرى وطمب الصغرى وين ما كانوا وين ما كانوا قوم عزرايل تحية هلهم تحية نجريك بالتحية يا قوم عزرايل كلكم والله بحياتي ما سمعت حد اسم قوم عزرايل أول مرة من الله خلقني أسمع أبوي حد اسم قوم عزرايل ربي خلقني ما سمعت سبحان الله يستوي أياكم الله جمهورنا الكريم تاريخ سبعة وثمانية مارس على مسرح المركز الثقافي إمارة عجمان عرض مسرحية هلأ بالخنيس مرحبا ارفع الشاشة أياكم حير وينور وصرور سالحين الله يحفظكم ثلثين الطريج من دبي لين العين سأرينا الله يحفظكم من الدواج بالعزم في وفاة المغفور سالم بن حمد الدلموت الظاهري رحمة الله عليه عدنا الصليج اللبو وصليج العيال سبحان الله قدر الله محشاء فعل الله من الفقايت يلا الله يخلف عليهم وخلف الصالح وصبر هلا ومحبين وربعة وصدقان وصبر ورخ الطايح بين بين اماراتنا الحبيبة بين كل مارة ومارة لخطوط طايح ما شاء الله تغنيها لي ما شي زود كلافة ولا شي زود تعب ولخطوط طايحة انارة وزراعة وشي مساية ومطاعم حمد لله رب العالمي شوارعنا تختلف عن كل شوارع الدنيا العودة كل شوارع الكون في شفة شوارع دولة الامارات اللهم لا كرحنت في شفة كل شارع اربع خمسة سيدات ساير يعني الحمد لله يعني المور طيبة ما شاي زود كلافة بعد الميوم بيقلك والله بيظهر نحن ما شاء الله اليوم مشتلين من بوضع بي اه قيلنا في دبي وامسينا في الشارجة والحين ضاوين العين ومن العين ان شاء الله جدا بوضع بي يعني الحمد لله ما شي زود كلافة زود كلافة ما شي ما زينتش العين والله يا ابوك ما ينشبع منها لكن ودك تيدها على فرح ودك تفي crawجar العين على فرحتيها على اناس تيها شي يعني شي يفرح لا إله الا الله حين ازبت العزيات مايخطف مايخطف شهر ما تسوي ثلاث اربع عزيات مايخطف شهر ما تخطف ما تخطف ثلاث اربع عزيات هيروحك يا ابوك الحمد لله رب العالمي معلوم من هنا ارادة الله سبحانه وتعالى لكن يعني بعد هذا يبوك هاي قميضة اللهم لك الحمد معلوم ان الدرب حق الله المستعان الله المستخفر الله العظيم لا حوال لا قوة وليه يا ابوك العمالي وقت فرح وأناسه ما بيه يتحزد والله نهام صيبة هادي الفراغ روحة هذا الفراغ صعب الموت حق لك الفراغ صعب الله كريم السلام عليكم بمحمد جيف حالك عساك بخير سمعتكم الساعة تطرقهم عزراين داخل البريمين بخبرك بسالفة بمحمد استوى تهذه السافة قبل تقريبا خمسين سنة السالفة هادي عن عزراين وعن حياة لحنش وعن حياة احمد العفريت الله يرحمهم جميعا هذا الطال عمرك عدنا عائلة قوم عزراين وعدنا عائلة يسمونهم قوم لحنش وعدنا عائلة في العين تبع عروفين قوم العفريت اول ما شلوا الشيوخ البريمي ودوهم السعودية ويا والي من اعمان ومساك البريمي يو هالبلاد بيسلمون عليه واتجمعوا حياة علي بن عبدالله عزراين وحياة يمع على حنش وحياة احمد العفريت وساروا بيسلمون على الوالي اللي ميوب من مسقط يحكم البريمي عقب ما ساره والشيوخ هبط العسكري على الوالي وقال قال هالبريمي خاري بيسلمون عليك قال نوم منهم قال لحنش ولعفريت وعزراين قال لون خيبه بثلاثة ثميائيين ارباعة لا 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 هبطهم واحد واحد ما روموا لكلهم وطبعا هاي السالفة حقيقية طال عمرك محمد هي نعم عدنا عائدة قمع زراين حياة الابن عبدالله ابوهم وحياة يمع على حنش وحياة احمد العفريت تعرفه وعياله موجودين في العين احمد العفريت النيادي وهذه القصة طال عمره قصة حقيقية بارك الله فيك احمد بن محمد بن فاضل الحاملي سلام عليك سلام عليك شيف حالك الله عبيك شيف انت خير وسهلا الله مليوم مرحب مليوم مرحب وليسد ما علي سامحنا عاد على الغافرة لا لا فعليك لا ما عليك ما عليك ليلي ضاير مطوش عدالك هذه شذر لا لا ألا حولك اش حالك نحن وين حاليا نحن في كريستال مدينة نعم كريستال عصفور بوضبي عبارة عن شو هالمكان عبارة عن كريستال مدينة الوكلات الرسمية لكريستال عصفور في مدينة بوضبي نعم من 4 فروع من سنة 2003 في بوضبي فرعين العين نعم وقدع زايد بعد مطلة الضغرة نعم و أنا شوفت عينك بو محمد ما في الحاضر ملح نعم ما في الحاضر ملح الأصلي أصلي نعم الأصلي أصلي واللي ما يعول ما يعول نعم نعم ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر